اشتركوا في القناة دلوقتي معادة مع المال والاعمال والبورصة والاستثمان في فقرة فلوس الناس معنا نارضة خبيرة الأوراق المالية الأستاذ عيسى فتحي أهلا بيك يا فتحي أهلا بيك البورصة حقاعة الأسبوع اللي فات أكثر من 6 مليارات جنيه مكاسب في نهاية تعاملاتها الخميس متجاهلة الأحداث السياسية والمزارات كيف كانت تعاملات الأسبوع الماضي وهل من المتوقع إن شاء الله أن تتوالى المكاسب غدا مع بداية فتح البورصة أو هذا الأسبوع الجديد يعني هو اللي همنا يعني إيه دلالة الأرقام نفسها اللي بتتقل دلالة المؤشرات دلالة أرقام التداول دلالة المكاسب السوقية اللي حضرتك تفضلت بها هي البورصة حقاعة مش متجاهلة الأحداث السياسية بقدر ما نقدر نقول إنه في الفترة الشهور الأخيرة فيه نوع من التوظيف السياسي للبورصة بمعنى إيه إنه لما بتبقى فيه أزمات فيه أموال بتدخل لدعم السوق بغرض بإظهار أن البورصة بتتجاهل الأحداث وطبعا هذا المال يعلم جيدا أهمية البورصة سواء على نشرات الأخبار أو في زهن المستثمرين أو حتى في زهن العالم الخارجي على أساس عاوز يقول إيه إن المستثمر في البورصة عادة في أي مكان في العالم حساس لكل المتغيرات اللي بيمر بها المجتمع سواء كانت سياسية أو اقصادية أو حتى رياضية فكون مؤشرات تتحرك بهذا الشكل فهذا بيدي إشارة على إنه الأوضاع ليست بالسوء الذي ترونه على شاشات الأخبار بدليل أن الذين يعملون في المال لا يقبهون بهذه الأحداث وهنا حتة وده بينا نقدر نقول عليه إيه تفسير الاقتصاد السياسي لما يجري فيه كمان لو نرجع مؤتمر ديفوس الأخير كان له عنوان يتماهى أو يتناغم مع الوضع اللي احنا فيه كان عنوانه ديناميكية مارنة اللي هو عاوز يقول إيه أن المخاطر في العالم الآن أصبح من الصعب إدارتها لكن المطلوب هو التكيف معاه يعني عشان نقرب الصورة برضو للناس إنك نعرض الناس بتخرج تلاقي قمامة مثلا قدام البيت في الأول بيتها تقفف لكن هو مش عاوز يشيلها فخلاص يتعود عليها لدرجة بيدي عنوان بيته إنه هتلاقي القمامة على نصية الشارع فخلاص بقت علامة من المعالم اللي ممكن يعتمد عليها ويمكن كان سبب اللي قالو في ديفوس إيه إنه مفيش مكان في العالم يخلو من المخاطر سواء في أوروبا أو أمريكا أو جنوب شرق أسيا أو أي مكان في الدنيا كل ما في الأمر بتختلف الأسباب لكن المخاطر موجودة هنا المخاطر الاقتصادية في أوروبا أو أمريكا في الدول الربيع العرب في مخاطر السياسية في جنوب شرق أسيا بتتناوع ما بين اقتصادي وسياسي وكأنه عاوز يقول إيه إنه الانتقال من سوق إلى آخر كمان يستجير من الرمضاء بالنار فبالتالي كل واحد يخليه في مكانه ويشتغل على هذا الأساس نقدر نقول برضو إن عندنا المستثمرين بقوا مفاهمين إنه الأحداث اللي بتجري ساعات بتبقى مدعاة لتحقيق مكاسب صحيح في البدايات بيبقى فيه مخاوف زي ما حصل فيه مطبط كتير قبل كده لكن لحظوا إنه في طرف ما مستعد بأن يغضق بالأموال على السوق بغرض إنه يغير من هذا الشعور فأصبح حتى لدرجة يمكن أنا فوجيت مثلا بأحد المحللين يوم الخميس خايف للطرابات في البلد تقل وبالتالي دهبقى في منصالح السوق أنه شايف إنه فيه مغانم بتحدث مع هذه للطرابات لأنه عارف إنه فيه طرف تاني مين بقى طرف تاني؟ الأموال اللي بتخوش يعني الأموال اللي بتخوش اللي لها مصلحة في إظهار أن قيم السوق دي مفروض بتقول إنه اللي بيحصل ده كله كلام فاضي ما تهتموش بدليله هو يعني أرجو نكون مفهومي عن الوضع إيه فطبعا هو خايف الأمور تستقر خايف الأمور تستقر في قوم خلاص مفيش مبرر لإدخال فلوس خلاص بقى اشتغلوا بقى معنا في سوق يعني وجدنا فأنا كنت فوجئت حتى بهذا الرأي طيب خلينا اسألك عن قرارات محافظ البنك المركزي الخاصة بتوجيه البنوك لمنح الأولوية لتوفير العمرة الأجنبية لاستيراد السلعة التموينية المواد البترولية والأدوية وأيضا السماح للمصريين اللي بيقوموا بتحويل مدخرتهم لمصر بيقعدت تحولها مرة تانية بعد تقديم ما يثبت انتهاء استثمارتهم قرارات دي لقى الترحيب من جمعية رجال أعمال بينما رقى رفض من اتحاد الغرف التجارية في تقديرك لماذا هذا التناقض في الأوسط الاقتصادية؟ هي اختلاف المصالح ما بين الطرفين يعني الغرف التجارية خايفة من التضخم نتيجة تضاهر قيمة الدولار وخايفة من ارتفاع سعر الفايدة على الودايع يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وبالتالي يرفع كلفة للستثمار فهذا هيبقى غير مشجع على إقامة استثمارات أو اقتراض وبالتالي ده هيبقى له تأثيره على فرص العمل اللي ممكن تبقى متاحة للمستثمرين ممكن رجال الأعمال عندهم شايف أنه هيقدر يستورد الدولة هتوفر له النقد المطلوب خصوصا في سلع أساسيا ما نقرأ بقية القرار ما ييجي النهاردة هنوفر المواد البترولية اللي هي بتعاني منها معظم المصانع النهاردة في عملية توليد الكهرباء والكلام ده كله فهنا هتبص تلاقي اختلاف المصالح هل هذه القرارات ممكن تأثر على سعر الجنيه أمام الدولار في الفترة المقبلة؟ هي طبعا واضح أنها خطوة بغرض الحد من تضاهر قيمة الجنيه والغرض والمحاولة إعادة بناء الاحتياطي الدولاري اللي احنا فقدنا منه أرقام كبيرة جدا بحيث وصلنا إلى 13.6 مليار دولار وده يعتبر أقل رقم في العشرين سنة الأخيرة يحصل في مصر يعني يمكن أفتكر في سنة 2002 أو في نهايتها كنا وصلنا إلى 14 مليار لكن مع تحرير سعر الصار في 29 يناير 2003 كانت دي بداية الانطلاق لما حصل تعويم الجنيه وصلنا إلى 5.5 من 43 فده أدى إلى تحويلات كتيرة جدا حصلت وكانت دي بداية التراكم الكبير اللي كان في نهاية 25 يناير 2011 كان في 36 مليار دولار فأنا شايف أنه هو دلوقتي القيادة الجديدة في البنك المركزي واضح أنها الفترة اللي جاية هتسع إلى رفع سعر الفائدة وده يعني يقابل ما حدث في بداية التسعينيات مع برنامج الإصلاح الاقتصادي لما رفعنا سعر الفائدة فجأة من 11% إلى 19% وأعتقد في الفترة دي فعلا كادة بداية الحقيقية لبناء احتطيات قوية في مصر في الفترة دي وأعتقد فيه مصرفيين بيزكوا الرفع دي يعني فيه ناس النهاردة مثلا كدبين أو تطالبين أنه ليه ما يبقاش 18% ليه 18.5% بغرض أنه طوقعتك أنت أي حيات ترفع الجام يعني أنا شايف أنه النهاردة اللي معه حصيلة دولارية وعاوزة حاولها وديع بالجنيه المصر ممكن أعمله سعر تمييزي مختلف عن أبو جنيه مصر عشان أبقى في الحالة دي أدي بيزة للي بيديده دولاراتي يعني ممكن أخلاله 15% نظير أنه بياخد دولارات ويحاولها يبقى في الحالة دي أن تقارب فكرة سعر التشجيع اللي كان بتعمل زمان سنة 76 لما كان فيه سعرين للدولار بغرض الحصول على الموارد الدولارية من جانب المصرين في الخارج أخيرا هل نتوقع زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية السلع الحيوية خاصة أن الغذاء خلال الفترة القادمة ده بالتأكيد لأنه نحن النهاردة ما نيجي نشوف الجنيه المصر النهاردة الدولار إذا كان وصل إلى 6 جنيه 75 أو 74 أو 73 ما نيجي قاره مثلا كان في نهاية قبل نهاية ديسمبر بيومين كنا 6-19 أو 6-15 كل الزيادة دي ممكن ترتب زيادة في التضخم 8% لو وصلت إلى 7 جنيه بتعمل زيادة في التضخم 12% فوق المعدل اللي موجود دلوقتي ضيف عليه بقى الرغبة المحمومة في التكسب من الأزمة كمان ممكن ترفع السعر أكتر من كده فأعتقد المسألة كمان برضو احنا عاوزين نقول مهما كانت مهارة البنك المركزي فيما يفعل مهما كانت مهارة السائق في طريق وعر لابد من رصف الطريق رصف الطريق أنه لازم المشاكل السلسية اللي أنت تكلمت عنها في القرارات اللي فاتت كل دي تتحلق لأن هي ده الطريق اللي لازم يترصف وده الدعم اللي لازم يتوجه لكل عناصر الدولة عش خاطر تشتغل بطريقة أفضل من كده مشكورك جدا الخبير في الأوراق المالية الأساس إيسا فتحي شكرا جزيلا 90 ديئة بيرصد من خلال سلسلة تقارير ميدانية أحوال المنسيين في الأزمات في مصر تعالوا دلوقتي نشوف هذا التقارير اللي عادته الزميلة إيمان التوني مع عمال نظافة الميادين وشوارع المظاهرات في مصر ونرجع عشان نستقبل طفنا الدكتور صفوة عبدالغني ونتحدث عن جبهة الضمير اشتركوا في القناة